السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد 21 أيار مايو طبعا اليوم القمر برضو موجود في برج الجوزاء في عنا خلو مسار في نهاية اليوم يعني في ساعة المساء وأيضا عنا انتقال الشمس اللي راح تنتقل من برج الثور لبرج الجوزاء القمر اليوم موجود في برج الجوزاء هو الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 22 و 52 دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء وبما أن القمر موجود في برج الجوزاء معناته كمان اليوم مننشط في اتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وموسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة أول زاوية واللي هي اليوم رح تبدأ تشك كلها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهي من يوم واحد وعشرين خمسة ليوم واحد وثلاثين خمسة طبعا ذروتها رح تكون يوم ستة وعشرين خمسة في تمام الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد وبتجلبنا السعادة الغير منتظرة وإمكانية خلق علاقات جديدة بتتبنى أو بتبنى على المحبة والعفوية وبرضو بتشجعنا على الحب من أول نظرة بتدل على ميل الناس أكثر للتحرر والتعبير عن عواطفهم أكثر وبتشهد هاي الفترة زيادة في الرحلات الجوية لحضور الحفلات والسهرات الفنية كما أنها بتزيد عدد المؤسسات الفنية الخاصة بالإنتاج والتوزيع بهاي الفترة والأعمال الفنية اللي بتحقق نجاح في هاي الفترة هي الأعمال التجددية أو الإبداعية أو أنماط الجديد والعصرية من كموسيقى أو غناء أو فن واللي بتستخدم تقنيات متقدمة أكثر من الأعمال التقليدية والكلاسيكية بعض الإنتاجات الفنية بتحقق نجاح غير متوقع وبيظهر للساحة الفنية نجوم جدد لكنهم سرعان ما بتتراجع شهرتهم المؤسسات المالية والبنكية برضو بصير فيها نوع من أنواع المفاجآت اللي هي زي نوع من أنواع ابتكار طريقة معينة لتعويض الخسائر أو ارتفاع مفاجئ في المدخيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهذه تأثيراتها ذكرنا أنها مستمرة ليوم 28.5 طبعاً ذروتها الأخرى الثاني مضت يوم 19.5 ولكنها ما زالت فعالة بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهذه تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 24.5 بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام والمواهب الفنية والميل للأحلام وقوة الحدث وهذا الشيء بيجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبيخلق لنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون وبرضو هاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 24.5 بصير في عنا نوع من أنواع التركيز العالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا وبرضو هاي الزاوية بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة وممكن نحقق بعض الإنجازات العلمية أو العملية وبتدفعنا الإثارة ولكنها برضو بتساعدنا على الكفاح من أجل مثل عليا وهذا الوقت مناسب للشعور يعني بالإطمئنان النفسي والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 24.5 مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية الناجحة وبرضو بيضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها مستمرة لأيوم 12.6 ذربتها يوم 22 يعني يوم الغد يعني بدأت قوة هذه الزاوية هذه الزاوية بتعزز قدرتنا أو قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتزيد في ثقتنا بنفسنا وبتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لنشاط معين والتأثير والقيادة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة من يوم 19.5 إلى يوم 5.6 ذروتها يوم 28.5 الساعة 10.45 دقيقة ظهرا بتخلق مصاعب وعرقيلة بتحتاج منا إنها نبذل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها يعني بتخلي بعض الأشخاص أنانيين الزيادة عن اللزوم وقاسيين وعنيدين وبتعرضنا لصعوبات في إنجاز المشاريع وإنعكاس وإنقلاب بالوضع بشكل مفاجئ علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها من يوم 28.4 إلى يوم 13.6 ذروتها يوم 23.5 الساعة 5.12 دقيقة صباحا بعض الأشخاص بيحققوا نجاح أو تقدم على حساب الآخرين وبتتعرض بعض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 22.6 طبعا احنا ذكرنا أنه هاي مدتها شهرين الزاوية من 22.4 إلى 22.6 وهي سبب الأحداث السياسية والاقتصادية اللي بتصير في العالم طبعا تأثير هاي الزاوية لسه مستمر لـ 22.6 هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي وعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير طبعا بالنسبة للوضع الاقتصادي العالمي الكل شايفه أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر والزوايا اللي رح تكون ذروتها اليوم فعننا زاوية مثلا ذكرناها يوم أمس اللي هي في حلقة الأمس زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين زحل وهاي مستمرة طبعا رح تضل لغاية ما بعد منتصف الليل اللي هي الليلة هاي فمعناته ما زالت يعني من موعد بث الحلقة لمنتصف الليل تأثيراتها موجودة من واجه مصاعب وعرقيلة بتطلب منا إننا نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة منكون متقلبين وغير راضين كثيرين النقد والعنادة والميل للكآبة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تكون ذروتها أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية خطيرة هي زاوية التقابل السلبية اللي بين المريخ وبين بلوتو اللي ونها من يوم 11.05 بدأت تأثيراتها ومستمرة ليوم 29.05 طبعا اليوم ذروتها الساعة 3.11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية وأنها بتولد اندفاعات مخالفة للصواب تدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين أيضا برضو في نوع من أنواع العرقلة بتصير على مستوى نجاحاتنا ومبادراتنا وعلاقاتنا وتعد دلالة على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بيتلو هذا الاتصال كما بدل كذلك على إنها فترة بتشهد اضطرابات للعمال وممكن ترافقها أعمال شغب أو حوادث أو عنف وبتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادي أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة أو ازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حوادث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخربية أو إرهابية أو تفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغباب أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال الشمس لبرج الجوزاء طبعا في حلقة نزلت بالتفصيل وتأثيرها على جميع الأشخاص شو التأثيرات اللي ممكن أنها تصير طبعا انتقال الشمس ورح يكون ساعة سبعة وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بده ينتقل لبرج الجوزاء ورح يظل لغاية يوم واحد وعشرين ستة الساعة ثنتين وسبعة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية أيضا هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي تأثيراتها من يوم أربعة عشر خمسة ليوم تسع وعشرين خمسة طبعا ذروتها اليوم الساعة ووحدة وسبعة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا وبرضو تعطينا القدرة للسعي نحوها وبيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا بتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهذا الوقت مناسب للعلاقات مع المحيط وتسمح لنا بحل مشاكل وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا وبدل على قيام الحكومة أو يعني تعرضها لتحولات أو تغيرات إيجابية وكذلك زيادة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للبلاد والاهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي طبعا تأثيرات ذروتها رح تكون الساعة 10 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الأحد ولكن بتبدأ تأثيراتها علينا وبنشعر فيها من ساعات صباح يوم الأحد وبتستمر تأثيراتها لغاية ظهر يوم الاثنين بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسبب لنا نوع من أنواع الاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا وبتدل على استياء الرأي العام من جدل حول بعض الأمور الدينية والعقائدية في نوع من أنواع الاضطراب بصير في أسعار بعض السوائل أو البنزين أو المشتقات النفطية يعني أي إشي سائل وتراجع مردودية الصيد البحري والمبادلات التجارية وبحذر هذا اليوم طبعا من احتمالية وقوع بعض التسممات الغذائية بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 10 و11 دقيقة من مساء اليوم الأحد ورح يستمر لغاية الساعة 3 و28 دقيقة من صباح يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في زاوية رح تتشكل يوم الغد ذروتها يعني يوم يوم الاثنين في ساعات الصباح اللي هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري ولكن تأثيراتها بتبدأ من ساعات مغرب الشمس ولغاية طبعا مساء يوم الاثنين فعشان هيك لازم أني أذكرها لأنها زاوية إيجابية بتلطف الأجواء وبتعطينا طاقة أكثر وخصوصا من ساعات العصر وما بعد بنهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبرضو بتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ بتمنحنا تقدير رؤسانا بالدل على حالة من الاستقرار والأمن والتفاول في الرأي العام للمجتمع وزيادة في مدخيل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا طبعاً ضل الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والريئتين واصلات العصبية لمهارات الاستشعار والحركة والشعيرات الدموية هدولة الأكثر حساسية يعني بتكون تنتبهوا اللي عندهم تحسس أو عندهم أمور العلاقة بالرئة كربو أو تحسس أو ضيق تنفس أو أمراض أخرى بدهم ينتبهوا من أي شيء العلاقة بالجو وأيضاً من تهيج الوضع الصحي اللي بخصهم طبعاً هذا اليوم مناسب للمراجعات الطبية اللي بتتعلق في هذا المجال أما بالنسبة للعملية الجراحية فلهاي العضاء تحديداً وخصوصاً الرئة والقصبات الهوائية ما بنصح أي والكتفين والذراعين واليدين ما بنصح أي عمليات جراحية إلا إذا كانت صغرى أما العمليات للأعضاء الأخرى في الجسم فما في أي مشكلة فيها مناسب أيضاً هذا اليوم لعمليات التجميل مثل حقن والجراحة وأيضاً هذا اليوم يعني لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لأنه الآن بدأنا في مراحل نمو القمر قصوصاً للأشخاص اللي عندهم كثافة بالشعر ولكن الناس اللي ما عندهم هاي المشاكل فما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر طبعاً اليوم القمر عمره يومين القمر الجديد الهلال نحن نسميه الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة صباحاً بصير عمره ثلاثة أيام نسبة الإضاءة بتكون خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعاً الشمس بدأت تنتقل للجوزاء ورح تظل في الجوزاء لغاية واحد وعشرين ستة سعيدة بنسبة عشرة في المية القمر في الجوزاء حتى يوم اثنين وعشرين خمسة سعيد الآن بنسبة عشرة في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشرة في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمسة في المية عطارد في الثور حتى يوم 11.6 سعيد بنسبة 45% الزهرة في السرطان حتى يوم 5.6 سعيد بنسبة 60% في ساعات الصباح مصير سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 10.7 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4.9 سعيد بنسبة 20% زحل في الحوت حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 15% أرى نصف الثور حتى يوم 29.8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 11.6 منتحس بنسبة 30% لا تنسوا تحطوا لايك وديسلايك وتكبسوا على الكبسات اللي تحت والمشترك المش مشترك يشترك والمشترك إذا بدأ حب يلغي اشتراكه يلغي اشتراكه يعني كبسوا على الكبسات اللي تحت وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم النشاط رح يصير عالي جدا وخصوصا بالاتصالات والسفريات القصيرة بتطلعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات على أنواعها أهمش انك ما تتهرب منها ممكن يتعرض الوضع أو يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات والأجواء جيدة لامتحان أو مقابلة أو حوار أو نقاش أو إقناع وحتى الأشخاص اللي بيشتغلوا بمجال التجارة المحلية اللي عندهم بقالة أو محلات تجارية اليوم بيستفيدوا بشكل جيد واللي بيشتغلوا في مجال التسويق أيضا الأجواء داعم لإلكم بقوة حتى على المستوى العاطفي ممتازة ولكن ضبط العصاب وعدم الانفعال هو المطلوب أكثر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم التركيز برضو رح يكون على الأمور المالية ولكن أفضل من يوم أمس اليوم أغلب المستحقات أو المكاسب المالية بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أهم شيء أن تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية أهم شيء أن تتجنبوا نزوات التسوق حذروا من تهديد الاستقرار المالي اللي ممكن يعاني من بعض التقلبات وبتنشغلوا بمسائل مالية متنوعة ولكن برضو بظل في فرص للمكاسب المالية لأغلب موليد برج الثور أو أخبار بيطمئن بالهم لبعض الفرج إن شاء الله برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا عندكم قدرة عالية جدا اليوم على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها رح تلمس انفراج بترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بتواجه الواقع بمنطق وعزيمة بتتلقى جواب الفترة هاي رح توضح لك كثير من الأمور بانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة أو البدء بشيء جديد برضو في خبر بتنتظره أنت اليوم ممكن يجيك إلو جواب وعلى المستوى العاطفي برضو الأجواء جيدة جدا لأنك أنت اليوم ملفت للانتباه للجنس الآخر وعندك طاقة عالية اليوم للانطلاق فعشان هيك انطلق برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا لليوم الثاني بظل التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لآخر يوم بعدين ابتداء من بكرة خلص القمر رح يوصل لعندكم فعشان هيك بتكونوا ديروا بالكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم راحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشعونة بالانفعالات خذوا قسط من الراحة ممكن تعيش لحظات صعبة فعشان هيك بدك تحاذر الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي أو تقلم المزاج أو حتى الانفعالات يعني بدك تضبط عصابك لأبعد الحدود خلال هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء وتعتبر هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم ممكن إنك ما تقدر تنجز كل أعمالك فتبدأ بعض الضغوط عليك شوي ولكن إذا استعنت ببعض الأشخاص واسطة أو تدخل بعض الأطراف فممكن يساعدوك في هذا الأمر وتقدر إنك تنجز كل أعمالك استشير أهل الاختصاص اليوم يبل ما تتخذ أي قرار تطمئن مخاوفك تفرح لحماية أو لتأييد أو دعم لقضيتك أهم إش إنك ما تستسلم الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي على مستوى علاقاتك فممكن برضو اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء كلقاء ودي مثلا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا أن تقدموا كل اللي بتقدروا عليه اليوم عشان تحصل نتائج جيدة أو تحرز بعض الإنجازات أو يكون شيء ملفت للانتباه وخصوصا للمسؤولين عنك بدك تكون على قدر من المسؤولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة من أي شخص وبدك تدعى خجلك جانبا عبر عن آراءك بثقة وجراءة واتجنب الكلام القارص لأنه مش لمصلحتك نهائيا حاول زي ما حكينا ضبط الأعصاب لا مجازفات لا مغامرات لا مخالفات للقوانين لأنها مش لمصلحتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة لأجواء جيدة اليوم ودعمة بقوة بالنسبة للكم وهي فترة حافلة بالنشاطات بالسفر بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات بالمقابلات حاولوا انك تبحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر لتراجع عن موقف ما وتكثر عندك الانشغالات الإدارية وحاولوا الحذر من المتاعب الصحية رغم أن الأجواء جيدة ودعمة إلك بقوة ما في أي مجال للشك بمواضيع إلها علاقة حتى بالعواطف حتى بطاقتك الروحية ممتازة جدا ولكن بعض الملاحظات هي نوع من أنواع التحذير برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتكوا تدخل التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة سارعوا لترتيب أوراقكم ملفاتكم ممكن تحتاجوا لخبرة شخص معين تستشيروا في موضوع لأنه ممكن هذا شخص ينقذكم من ورطة أهمش أنه ما تبقوا وحيدين ما تتقوقعوا على نفسكم شاركوا في كل النشاطات بادروا في تصحيح الأخطاء الأجواء داعمة على المستوى الأموال المشتركة فممكن تحصل بعض الأموال من بنك ضريبة تأمين مستردات ميراث دعم يعني كل الأجواء لإلها علاقة في هاي الأمور ولكن في بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة فما تحاول تجهد نفسك كثير برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة شوي فيها نوع من أنواعي الصعوبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات بتعيش لحظات صعبة ومزاجك يعني هكي متقلب وممكن تعاكسك بعض الظروف وتظهر لك بعض المعاكسات فحاول إنك ما تخالف القوانين وما تكون ساخر الأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها جيدة وداعمة على المستوى الشراكي وعلاقتكم بشركائكم أو على مستوى الحوار العاطفي والمصالحات ولكن بدك تنتبه من التحذيرات اللي ذكرت لك إياها عشان طاقتك ضعيفة والقمر موجود مقابلك تماما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بدكوا تواصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل بدكوا تنتبهوا لصحتكم حاذروا من التراجع الصحي باكروا لعملكم حاول إنك تترك مساحة للغير للتحرك وما تفرض سيطرتك ورأيك على زملائك بالعمل أو على الأشخاص اللي بيتعاملوا معك في مكان عملك انجز أعمالك واهتم بالأعمال المهمة والضرورية وحاول إنك ما تشتت حالك بأكثر من عمل بنفس الوقت وأهم إشي إنك تحمي مصالحك وتتخذ القرارات المناسبة خلال هذا اليوم أهم إشي برضو إنك تنتبه على وضعك الصحي برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم اليوم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وممكن تعيشوا فرحة أو نجاح لكن ممكن تضطر لمساعدة أحد الأولاد أو أحد أحبائكم بيفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك وأهم إشي إنه اليوم تهتم بمظهرك تهتم بلسانك بالحبيب بالأولاد بالعواطف بالهوايات الأجواء جيدة على كل المستويات ما تخلي الاكتئاب يظل مسيطر عليك فحاول إنك تنطلق اليوم لأنه الأجواء جيدة الحضوض بتلعب دور ممتاز معاك فلازم تستغل هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة التركيز رح يكون قوي اليوم على المسائل البيتية والعائلية والتقارب العائلة أهم إشي إنك تخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة ما تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بتصليحات ترميمات مناسبة حدث معين إلها علاقة بالبيت ولكن الأجواء إجمالا جيدة بعض موليد برج الحوت ممكن يهتموا بحدث معين مميز جميل إلها علاقة بالبيت وأيضا بعض التطورات اللي بتظهر على الساحة اللي أغلبها رح يكون إيجابي حطيتوا لايك والديسلايك والكبسات هاي يعني حاولوا تكبسوا على كل إشي وتسووا كل إشي لأن الأجواء معني بتكون لصالحكم إذا كبستوا على هاي الأمور لأنه بظل أنا أعمل لكم حلقات يعني حتى لو ما كبستوا رح أظل أعمل حلقات يعني كبسوا هيك جاملوني هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء